بالنسبة لحكم الشرب قائماً هل النهي هنا يعني يحمل على التحريم خالد بارك الله في قاعدة أصولية يقول أنه يقتضي التحريم إلا إذا وجدت قرينة صارفة من النهي إلى التحريم إلى الكراهة أنه أي نص قرآني أو نص نبوي يفيد ابتداء التحريم إلا إذا وجدت قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة جاءت الأحاديث بالنهي عن الشرب واقفاً جاءت الأحاديث بالنهي عن الشرب واقفاً والأصل في هذا التحريم هذا من حيث العموم لكن لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب واقفاً في حجة الوداع ذهب العلماء إلى أن النهي هنا للكراهة التنزيهية وليس للتحريم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يجلس فشرب واقفا وجرى العمل على هذا عند الصحابة رضي الله ولذلك انتقل الآن الحكم من كونه نهي محمول على التحريم إلى كونه نهيا نهي كراهة تنزيهية وفي عندنا قاعدة أخرى أيضا أن النهي في أبواب الأخلاق والفضائل يحملونه ابتداء على الكراهة التنزيه يعني يعكسون يعكسون يعقولون مثلا أي أمر جاء فيما يتعلق بمسائل الأخلاق ومسائل يعني الآداب مسائل الآداب فالأصل فيه السنية والاستحباب إلا إذا جاء ما يدل على أنه للوجوب شفت العكس كيف وأيضا النهي قالوا الأصل النهي في باب الآداب أنه للكراهة التنزيهية إلا ما يدل على ماذا على أنه للتحريم يعني مثلا الشرب باليد الشمال هذا من جملة الآداب النبي عليه الصلاة والنهى أن يشرب الإنسان بيساره بشماله فقالوا هذا من جملة الآداب إذا نكرهه التنزيه لكن ثبت ما يدل على أنه للتحريم منها أولا التشبب الشيطان فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله ومنها أيضا أنه نوع من أنواع التشبب الشيطان أمر آخر النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يأكل ويشرب بشماله فقال كل بيمينك فقال لا أستطيع قال لا استطعت فشلت يده لكن هذا الحديث بعض العلماء قالوا بأن امتناع الرجل إنما كان صادرا عن كبر عن كبر يعني متكبر لذلك عاقبه الله عز وجل بمثل هذه العقوبة ترجمة نانسي قنقر